بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا ما بعد حياكم الله عزى المشاهدين في برنامجكم إيمانيات وحديثنا عن التعاون حقيقة لا يقوم شيئا بالتعاون قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فالتعاون هو أساس كل خير سواء في البيت أو في الجيران أو في كذلك العمل وكذلك في المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الدولة ما يقوم شيئا بالتعاون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاون مع أصحابه في كل شيء فيما يتعلق ببناء المسجد بالإنفاق على الفقراء والمساكين كذلك في قتال الأعداء كذلك في الأعمال في بيته سؤلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله يعني يعمل معهم صلى الله عليه وسلم ويشاركهم كذلك بنى المسجد قباء ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحجر مع الصحابة فربما الإنسان لوحده لا يستطيع أن ينتج وأن يعمل إلا أن يتعاون مع الآخرين لو كان المدير لوحده في إدارة من غير من يعملون معهم الموظفين وعاملين لا يستطيع أن يعمل شيئا فالتعاون مطلوب على مستوى الأسرة على مستوى الوطن فلابد أن نتعاون فيما بيننا حتى كذلك في أعمال البر والخير أنت ربما تستطيع أن تبني مسجدا كاملا لوحدك غيرك لا يستطيع فالتعاون في بناء المسجد يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات يعني كعش طير القطر بنى الله له بيتا في الجنة قال العلماء هذا المقدار ما يبني مسجدا لكن مع التعاون مع الآخرين تشارك في بعض المشاريع الخيرية عن طريق الرواب التدفع ولو مبلغا يسيرا تقيمون مسجدا كاملا ومشروعا متكاملا حينما نتعاون وتعاون على البريو التقوى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الفقراء حث الناس على الصدقة أن يتعاونوا في العطف ورحمة هذا الفقير المسكين جاء قوم من مظر مجتاب النمار حفاة عرات اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون ما يأكلون وليس عليهم ملابس حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس ثم قال تصدق رجل من دناره من درهمه من تمره من صاعب الره من ثيابه حث الناس على التعامل لأجل هؤلاء الفقراء حتى جاء رجل بصره عجزت يدا عن حملها من ثقلها من المال فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتابع الناس شوفوا التعاون تتابع الناس بالصدقات والعطاء حتى تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه كأنه ذهب يلمع ولما جاء هو الناس أهل مظر فقراء تمعر وجهه لكن لما رأى تعاون الناس في الصدقات تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس كيف يتعاونون على السعي لهؤلاء الفقراء والمسكين وقال صلى الله عليه وسلم السعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله على الراوي وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ابقوا معنا عزيز المشاهدين نأخذوا فاصلا ثم نواصل حياكم الله عزيز المشاهدين وبعد هذا الفاصل نواصل حديثنا عن ما يتعلق بالتعاون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له ساير الجسد بالحمى والصهر وهذا دليل ماذا؟ لا بد أن نتعاون بيننا أيها المؤمنون وأن نتراحم أن نستشعر حاجة إخواننا في بلادنا وفي بلاد المسلمين وفي كل مكان مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد هذا ينبع من التعاون والنظر في حاجة إخواننا فلا بد من التعاون كذلك أن الإنسان يتعاون مع الآخرين في فعل الخير أن تعين إنسانا لصلاة الفجر أن يستيقظ لها أن تتواصل معه وأن تتصل به إن كان مقصرا في صلاة الفجر كذلك التعاون في دعوة الناس إلى الخير وفي تعليمهم خصوصا في العلم نقيم علما شرعيا دورة علمية ودرسا حتى يتعلم الناس عمر رضي الله عنه وجاره كان في أطراف المدينة وكان ينزلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يتناوبان يوم ينزل عمر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه وإذا رجع علم جاره واليوم الثاني ينزل جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه ويتعلم منه ثم يرجع فيبلغ عمر ماذا تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا التعاون اليوم ربما فتح الله عليك بالعلم وبالمعلومات انشر وتعاون مع الناس في بث هذا العلم لا تبقيه مكنونا بحنايا صدرك وفي جوانحك بث العلم علم الناس تعاون مع الآخرين كذلك إذا علمنا بحاجة لجار أو صديق أو قريب نتعاون بيننا كيف نعين هذا الجار عنده مناسبة نتعاون في مسألة الحضور والتواصي له فلذلك فلذلك هذا الأمر حقيقة يجعل مننا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى كما أمرنا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان كذلك إنسان يظلم إنسان يتعدى لا نعينه على الباطل بل نأخذ على يده هذا من التعاون على البر والتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ على يده يعني تمنعه فالتعاون فيه مسألة الأمر المعروف والنهي على المنكر والتواصي لأن الدين لا يقوم إلا بالنصيحة يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لماذا قال وحصر الدين النصيحة أي أن الدين لا يقوم إلا بالتناصح والتعاون أنا ربما أخطأ وربما لا أعلم خطأي يأتي من ينورني ويبصرني بخطأي كذلك من رأى منك تقصيرا أن يوجهك وأن يرشدك ورحم اللهم رأى أسدى لي خطأي ووجهني فهذا من التعاون على البلوة التقوى نفع الناس خصوصا فيما يتعلق بالدين أننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا أننا نوجههم وأن نعينهم ونتعاون معهم فيما يكون بصيرة له في دينهم حتى يعبد الله على بصيره على علم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح انفسنا وأن يعيننا على صلاح مجتمعنا وأن نتعاون على البلوة التقوى وبهذا تينا على ختام حلقتنا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة